بمناسبة إحياء اليوم الديمقراطي للمؤسسات التركية بمناسبة الأحداث التي جرد في الخامس عشر من يوليو عام الفين ستة عشر والذي تحتفل به دولة تركية حكومة وشعبا في كل عام وخلال المناسبة تم عرض فيديو لمشاهدة رفض الشعب التركي لهذه الأحداث التي أودت بوفاة العديد من الشعب التركي وقد عبر رئيس مجموعة الصداقة الشادية التركية حسن اللفوزة بهذا التضامن والتعاون المتمثل في عدة مجالات السياسية والتعليمية والثقافية والاقتصادية كما تحدث سفير دولة تركية عن هذه الأحداث التاريخية التي مرت بها بلاده مؤكدا أن مؤسسات دولة تركية تعد من ضمن الدول التي تحتفز بمكانة الحقوق والحريات للشعب بأجمعه كما يتمطع الشعب التركي في المقام الأول وفي الختام تفقد السفير برفقة المشاركين في الاحتفال معرض الصور الفتغرافية التي تعبر عن الأحداث التي شهدتها دولة تركية أثناء الأحداث التاريخية التي راح ضحيتها مئات الناس من الشعب التركي